اشتركوا في القناة ستجعل المدينة في ابرد درجاتها منذ 2009 التحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة صدرت في مقاطع تيلوس انجلوس وفينتورا لقرابة 6 ملايين نسمة وفي مقاطعة تيلوس انجلوس قال خبراء الارصاد ان الفيضانات المفاجئة قد تهدد الحياة للقاطنين بالقرب من القداول والمناطق الحضرية والطرق السريعة وتضمنت منطقة التهديد وسط مدينة لوس انجلوس وهوليوود وبيرفلي هيلز والعديد من الضواحي الامر الذي دفع هيئة الارصاد القوية الى توقع حدوث انهيارات ارضية ضحلة وانهيارات طينية اكثر من نصف مليون شخص في ميتشيغان ظلوا دون كهرباء جراء العواصف الجليدية مع توقع بان ترتفع درجات الحرارة المنخفضة مرة اخرى فوق الصفرة كانت العواصف الشتوية التي شهدتها الولايات المتحدة ادت الى الغاء مئات الرحلات الجوية واغلاق اميال من الطرق السريعة في عدة ولايات على مدار ايام ومؤخرا بولاية كاليفورنيا علق بعض سائق السيارات طوال الليل على بعض طرق الولاية فيما لقي ثلاثة اشخاص على الاقل مصرعهم مع اغلاق جزء كبير من بورتلاند بسبب تراكم الثلوك